مرحب بحضراتكم وردة تانية بما ان احنا خلاص ايام قليلة جدا تفصلنا عن شهر رمضان المبارك واحنا نبدأ دايما كده في رمضان فيه ثقافة يعني معظم الوقت بنختزلها كده عن شهر رمضان وعندنا اعتقاد ان شهر رمضان هو شهر الاكل والوجبات الكبيرة والكتيرة والدسمة على الصفرة والحقيقة دي ثقافة سلبية جدا ومحتاجين نغيرها لانه كل ما كانت الوجبات تقيلة كل ما كان الصيام اصعب كل ما كان فيه زيادة في الوزن كل ما كانت التخمة والكسل بيكون اكبر فمحتاجين ان احنا نخطط ونتدبر فيه او ندبر فيه الوجبات اللي هنمشي عليها طوال الشهر الكريم صحيح جمانا هو شهر العبادة بالشهر الكسل والاكل وفكرة ان انا قاعد يعني ما انتخ وخلاص بقى انا يعني فكرة ساعات العمل فيه بتكون اقل شوية لان يعني ما فيش حد يشتغل اغلب الوقت من بعد المغرب فالناس كلها بتشتغل قبل الفطار فما بقاش الشهر هو كله اكل فقط لا ممكن نقسمه يبقى فيه وقت من اوقات العبادة هو شهر اول هو رحمة اوسطه مغفرة واخره عطق من النار فعلشان كده لازم نركز جدا زي ما قالت جمانا فيه موضوع التغذية ازاي نخطط لوجبات صحية وجبات مفيدة وتحديدا في رمضان يكون هو شهر صحي بالعكس يمكن الناس تحاولها يتقلل من وزنها في رمضان وده من خلال يعني اكلات اقتصادية ممكن نحضرها على الصفرة ازاي نستغل هذا الشهر في خسارة الوزن تحديدا اسئلة كتير قوي يمكن الكل بيبتدي اللي هو يخطط لها قبل رمضان وفي الوقت ده تحديدا اليومين او الثلاثة اللي بيفصلونا على الشهر الكريم لكن اغلب الناس اللي بتخطط للموضوع ده جمانا الموضوع بيجي معهم بالفشل بعد وما بيدخل بنضعف قدام الكنافة وتحديدا ما كنافة بالمجن بالأسف شديد فخلونا نعرف يعني ازاي ناكل اكل صحي في رمضان من خلال ضفتنا العزيزة اللي منورانا عبر تقنية الزوم الدكتورة منال عز الدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية صباح الخير يا دكتور صباح النور يا أستاذ أحمد صباح الخير أستاذ جمانا كل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المشاهدين طيبين سمعت كلام حضراتكم عن شهر رمضان وفعلا كلامكم سليم شهر رمضان بيتحول من نعمة ومنحة نحن نستعيد صحتنا تاني ونستستم جسمنا تاني للأسف بنتطلع منه مشاكل صحية زي زيادة الوزن وارتفاع في نسبة السكر وزيادة في نسبة الدهون في الجسم ومشاكل أخرى زي ما تعب الكلا برضو بتقابلنا وده نتيجة التناول الخاطئ ومفهومنا الخاطئ عن المائدة رمضانية طيب بما أن احنا لسه قبل شهر رمضاني دكتور وحضرتك موجودة معنا يعني خلينا نلحق نفسنا كده من البداية ونقدر أن احنا نحط خطة كده غذائية لشهر رمضان من غير برضو ما نحرم نفسنا عشان بس نكون واقعيين ده حقيقي يا فندم لأن كمان للصيام الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قال لنا إيه؟ سوموا تصحوا الصيام فرصة لانقاس الوزن فرصة لنسبة السكر تقل في جسمنا فرصة لنسبة الكوليسترول تقل الصيام بيقوي الجانب الروحاني وبيحسن من الحالة النفسية وبيقلل من التوتر العصبي والعصبية فالصيام فرصة عشان أقدر أستفيد من فوائد الصيام العديدة اللي ذكرتها لحضراتكم لازم فطارنا يكون فطار صحي أول حاجة أول ما المغرب يدن أبتدي بتناول الطمر الطمر بناخد عدد فردي من الطمور حوالي ثلاث طمرات الطمر بيتميز أن السكر اللي فيه سكر طبيعي غني بالحديد الطمر وغني بالبوتاسيوم وغني بالكالسيوم وغني بالألياف اللي بتخلي ارتفاع السكر في الدم بيكون ارتفاع منظم مش ارتفاع مفاجئ زي ما بنتناول الحلويات الشرقية وجود مشروب صحي على مائدة الإفطار زي الكركدي أو الخروب أو الدوم المشروبات المصرية الجميلة بتاعتنا ونقلل من كمية السكر المضافة مع الثلاث طمرات ده يكفيني في بداية الفطار وأقوم أصلي المغرب ودي المعدة فرصة ترتاح شوية وتتهيأ لاستقبال الطعام بعد عشر دقايي أرجع مرة تانية لصفرة الإفطار وحب أن صفرة الإفطار يكون عليها طبق شربة ياريت الشربة تكون شربة خضار شربة لسان عصفور وما تكونش دسمة وما تكونش عاملين الشربة نفسها اللي هي شربة اللحمة أو الفراخ تكون الدسمة عليها عالية نشيل وش الشربة ونعمل منه الشربة طبعا الشباب بيحب شربة الكريمة ما عنديش مشكلة لو خدت الشربات الدسمة شوية بس لازم أتحرك بعد الإفطار عشان أفقد السعرات الحرارية اللي أنا اكتسبتها نيجي بقى للمائدة اللي عليها المحمر والمشمر وطبعا أول يوم رمضان مش هنقدر نحرم الناس ولا من الرؤاء ولا من المحيشة صحيح يعني الناس بقالها كذا يوم ما بتطبخش بانتظار أول يوم رمضان فمش معقولة هاجي أقول أول يوم رمضان ما ناكلش الأكلات المصرية الشهيرة حضرتك قلت الأكلات اللي هي خلاص من المسلمات كل بيوت مصر القبق يعني لإما بط يإما الفرخة المتحمرة ومعاها المحشية ده حقيقي ده حقيقي فمش هنيجي نقول للناس لأ طبق الشربة وشكرا على كده هنأكل من كل الأكل اللي محطوط على المائدة واللي متقدم على المائدة لعلم حضرتك يا أستاذ أحمد المحشي من الأكلات الصحية جدا وأنا عندي نحنا نأكل محشي أفضل من نحنا نأكل مكرونة بالبشمالة أو نأكل رز بس لأن المحشي في نسبة خضار كئسة جدا وخصوصا ورق العنب بدأ يظهر بالأسواق غني بالمعادن غني بالفيتامينات ميزة المحشي إن بيبقى الرز مخلوط بالخضروات ولكن طريقة طهيانة للمحشي هي اللي فيها مشكلة إن احنا بنضيف نسبة دهون عالية جدا إن احنا بنسبك المحشي المحشي لو اتعامل نيف ناي وحطينا شوية التوابل والبهارات مع الخضروات ونسقيب الشربة بتاعتنا ما فيش مشكلة هيبقى في الحالة دي محشي صحي ياريت وإحنا بنعمل الرؤاء برضو نشيل وش الشربة الدسم والرؤاء اللحمة برضو اللحمة المفرومة طبعا بنعمل بها الرؤاء ياريت نخلطها بنسبة من الخضروات زي الجزر المبشور زي البقدونس زي الفلفل الأخضر أثناء تعصيج اللحمة أثناء الطه ده هيدي نقيمة غذائية مرتفعة وفي نفس الوقت هيقلل في التكلفة طبعا هيكون بقى أيا كان مصدر البروتين اللي موجود سواء بطة أو فراخ دكتور هنا عوزرا بس يا دكتور لأن فيه ناس ابتدت اللي هي تتجه ليه أن الرؤاء أو الجلاش أو أي مكان يعني الطريقة اللي هنعمل بيها صنية الرؤاء دي بتبقى مش باللحمة المفرومة وتبقى بمكس الجبن فأيهم يعني فيه سعرات حرارية أعلى احنا عاوزين نقلل عشان نوصل لأكل صحي وفي نفس الوقت يبقى اقتصادي تمام يا فندي بمكس الجبن طبعا للأسف في بعض الجبن بيكون نسبة الدون فيها مرتفعة جدا أكتر من اللحم فأنا بفضل طبعا أنه يكون باللحمة لأن اللحمة مصدر للبروتين الجبن الموجودة ممكن تكون جبن نباتية فبالتالي هي ممكن تكون ضرعة الصحة ومش مفيدة لو الجبنة معمولة بتجبن القريش معها شوية طماطم مع جبنة يعني من حليب طبيعي ما عنديش أي مشكلة بالعكس يا كومتالغذائية برضو مرتفعة زي اللحمة ولكن يعني مشكلتي بيكون في الأجبال نباتية الدهت دي بيكون ضر جدا على صحة ففي الحالة دي اللحمة المفرومة بتكون أفضل منها طبعا يفضل أن احنا على مائدة الإفطار يكون في طبق الصلطة اللي كلنا بناء تناساء على مائدة الإفطار وجود الصلطة على مائدة الإفطار بيمنع حدوث الإمساك اللي بيقابل كتير من الأشخاص في الأيام الأولى من الشهر الفضيل نتيجة اختلاف موعيد تناول الطعام وجود كمان طبق الصلطة بيمنع ارتفاع السكر في الدم بعد الأكلات الشهية اللي احنا كناها وبينظم مستوى الكوليستيرول أهم حاجة على المائدة ما ننساش إن احنا في الفترة ما بين الفطار للسحور نهتم بشرب المياه من 2 ل 3 لت لتعويض كميات المياه كبيرة اللي فقدها الجسم خلال ساعات الصيام وعشان ما يحصلش كمان ألام في الكولة ومشاكل في الكولة نتيجة كلة المتناول من المياه من الحاجات اللي حب أوجه أنظار السادة للمشاهدين ليها العرقسوس كلنا بنحب العرقسوس والراجل المصري الجميل بيع العرقسوس بالشكل الفلكولوري اللي مش موجود في أي حتة في العالم إلا في مصر العرقسوس من المشروبات المفيدة جدا للجهاز التنفسي وفيه فيتامين إي وفيه فيتامين سي بس مشكلته مع مريض ضغط الدم المرتفع ومع مريض الكولة ومع مريض السكر صحيح فهؤلاء الأشخاص يتجنبوا تماما تناول العرقسوس لأن ليه تأثير زي تأثير الكورتزون على الجسم بيخزن المياه فطبعا من هنا بتيجي بعض المشاكل الصحيح مهمة جدا لأنه إحنا ما عندناش الثقافة دين إحنا نبقى عارفين أنه إيه المشروبات اللي ممكن تكون مدرة لبعض من أصحاب الأمراض المزمنة أو بعض أصحاب الأمراض بشكل عام بس بما أن إحنا بنتكلم دلوقتي عن الوجبات الاقتصادية حضرتك يعني تقدري تتصحينا بإيه الوجبات الاقتصادية اللي ممكن نستعين بيها في شهر رمضان عشان ما نضطرش أننا هنروح لتكلفة عالية أو تكلفة كبيرة لأنه معظم الوقت كمان في رمضان بيكون في عزمات كبيرة والأسرة كلها بتتجمع والأصحاب بيتجمعوا ده حقيقة أستاذ جمانة طبعا الكلام اللي أنا قلته ده بس في أول يومين رمضان الناس تأكل المحشي والبط والكلام الحلو ده من نفسنا في أول يومين رمضان ولكن احنا نرجع للمائدة الاقتصادية بقية أيام الشهر الفضيل يكفيني أن يكون في صنف اخضارة على مائدة الأسرة مع صنف رز مع مصدر للبروتين سواء كان نباتي أو حيواني طبعا مصادر البروتين النباتي حضراتكم كلها يعني كل الناس عارفينها اللوبيا الفاصوليا البسلة دي كلها مصادر للبروتين النباتي ولطة كل أهمية عن البروتين الحيواني البروتين الحيواني الجسمي بيستفيد منه بشكل أكثر من البروتين النباتي بس ده ما يقللش من قيمة الغذائية للبروتين النباتي مش عايزين أصناف متعددة طوال الشهر الفضيل على مائدة الأسرة يعني لو عملنا شوية بسلة أو بامية أو صنف اخدار مع شوية رز مع قطعة البروتين اللي موجودة مفيش أي مشكلة والله لو مفيش حتى قطعة البروتين البسلة واللوبيا والفاصوليا فيهم أصلا نسبة بروتين فإحنا مش في حاجة كمان إن احنا نضيف بروتين حيواني معاهم مائدة السحور حضراتكم في بعض الأشخاص بيتكلفوا جدا تلوقتي في مائدة السحور إحنا أفضل حاجة عندنا للسحور طبق الفول المصري الجميل بتاعنا وكوبايس الزبادي وكوبايس الزبادي ده حقيقي طبق جبن قريش مهروس بالطماطم والفلفل الأخضر البطاطس المهروسة المسلوقة على فكرة البطاطس المهروسة المسلوقة مفيدة جدا للصحة ممكن دكتور منال حضرتك يعني أرجع لبداية كلام حضرتك في الفقرة تحديدة للحقيق قلتي صوموا تصحوا فكرة إنه هو شهر يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدهن منحة نقدر إحنا نستغل هذا الشهر في العبادة ونقدر إحنا نستغل أيضا هذا الشهر بفكرة إنقاص الوزن فكرة إحنا نريح معدتنا علشان خاطر يعني طول السنة إحنا فارم وهرس وبناكل أكل والدليفري والكلام ده كله فهي فرصة للراحة يمكن أغلب دكترة التغذية دايما بيقولوا ياريت تعمله صيام متقطع فإحنا عندنا منحة من ربنا في صيام متقطع يعني هبة دهن المولى عز وجل فلابد إحنا نستغلها ونكون بناكل أكل صحي بنشكر حقيقة دكتورة منال أزدين الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية شكرا للموجود حقيقة معنا وكل سنة وحضرتك طيبة إفد وحضرتك طيبة إفد